بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت مناورة حلقتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة هتزعى الناس كتير واتكلمت قبل الحلقة مع مجموعة من يعني البنات والشباب في سنة المراقة وكان كلامهم يعني أنا هنقوله لكم هقولكم الكلام أثناء الحلقة ردودهم لما بنيجي نتكلم عن جيل التفاهة جدا نتكلم كده النهاردة هنتكلم عن الجيل التفاهة إزاي التفاهة بقت هي ثقافة العصر إزاي بقت التفاهة والهيافة هي بقت عنوان إزاي ما يبقى ييجي عندي شاب أو بنت في مرحلة من مراحل المفروض إن هي المرحلة اللي أنا يعني بستنفذ فيها طاقتي كلها عشان أنهل من علم علشان أتعلم حاجة جديدة عشان أعرف عن الحياة كل الكلام دوت المفروض إن أنا أعرفه وأتعلمه في الفترة دي وتلاقي الدنيا كلها هبصوا بقى شغالة بقى على السناب شات يا على التيك توك يا إما على المهرجانات الهايفة إما على الكلام يقول لك إيه أصلي بشوفت النغمة بتاعتها والناس بقى السمعية إيه خايدة في موضوع المهرجانات ده تقول لك كيفية النغمة وقول لها مش مركزين في الكلام أيها بس الكلام في حاجات يسفاف وفي حاجات غلق كتير وتلاقي تلاقي التحديات يا الكيكي يا مش عارفة إيه دلوقتي يا الماس سقعة ينزل معرفش إيه يا شغبة تعلختك وهي نايمة وبعدين صورها كلام فاضي كتير جدا أو أو الحاجة العجيبة اللي معرفش إزاي أصلا ونساء اللي عاملينها يعني أنا والله بستغرب تلاقي مثلا واحدة جاية ومصورة نفسها في التيك توك وهي على السرير وزوجها نايم ومش عارفة مش غلق أجنية وبتعمل إيه وفي الآخر تقوم جاية حتى إيه ده اللي حيافات اللي إحنا فيها دي يعني هي ليه وصلنا لكده وليه وصلنا أن يبقى فيه يتصدر المجتمع مجموعة من الناس مش عايزة أقول هما مش رموز لأنهم هما مش رموز أصلا لكن الميديا اللي عملتهم لما يبقى دلوقتي الهاشتاج في مقابل الإحصائيات العلمية يعني خلاص طالما فيه هاشتاج معد ترند معين هو خلاص ده كده خلاص ده لنقر به غلط أو تبص تلاقي إن نموذج معين طالع وبقى الكل يقتضيه بص أقول لكم على حاجة يقول لك إيه قصة إحنا بنصور الواقع أنتوا هنجزب على بعض إحنا مش هنجزب إحنا كإعلمين ولا كميديا ولا كسينما ولا كإعلام دلوقتي إنت دلوقتي فيه في الشارع ظاهرة معينة فإحنا بنرصدها بصوا عشان بس أقول لكم اختلاط الأمر بيجي زي إنت بترصدها بيتفرج عليها كم واحد 300 ألف 300 مليون لكن لو هي فضلت في محل ذاتها ومحل اللي هي فيه تقول لها ما هو اللي طالع بسنجة واللي طالع مش عارفة بإيه ما جابها من الشارع الحاجسة اللي حصلت في الشارع شافها 200-300 لكن اللي تصدرت وباقت فيلم وباقت مش عارفة جايب كم مليون ويطلع يفتخر أنا مش عارفة بجيب كم مليون وكم كذا ده دي كارثة إنت إنت وجهت الواقعة اللي هي اللي كانت في حيز معين للناس كلها ودي من نشر يعني الرزالة ونشر التفاهة ونشر القدوة السيئة ده علاوة بقى على دعم الحكومات يعني دعم الحكومات للنمازج اللي زي دي كارثة مين اللي فتح ومين اللي ادالهم ان هما ياخدوا بالمئة ألف مليون والكلام ده مش بس لايك وشير لا ده بالفلوس كمان يعني برا برا شغالة يعني لكن هي الفكرة في ايه مين اللي عمل كده ما هو الشعب يقولك طب هما اللي راحوا دافعوا التذاكر طب هما اللي سواءوا الأمر طب هما اللي عملوا صحيح ليه بقت ثقافة يعني أنا عايزة عرف دي بقت ثقافة أو يجي أغنية أو تقول لكم نشيد يا لات يا موت لأن نشيد بصلة تيجي مثلا أغنية في مهرجان ولا حاجة أنا شوكرة كلمات هتقولك لو انت قلت لا ما عرفش هعمل فيك والبتاع كلها ضرب وبش عارف ايه أنا والله ما عرف المعنى يعني ما عرفش الكلمات لكن ما معناها انك انت لو قلت لأ لو ما قابلتنيش ولا خرجت معايا حقول بتاع كلها ضرب يعني ده تحريد على العنف يعني ولا ايه ما تقول لأ برا حيطها لأ ربنا هتقول لأ وتقول اه ده جزء أو واحدة تانية والله بنت الجران ما عرفش عامل ايه فيي وبعدين لو ما قلت ليش أنا ما اعمل شغلة عناية ولا بتاع المهمية لو ما عملتش كده لو ما شغلتش لو انت يا ابني خلينا ركز لو ما لو انت لو هي شغلة لك عنيك وشغلة لك انت ما بتغدش بصرك وبنت الجران يعني في 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 تتابعات شايفها الصبح وشايفها كذا وشايفها كذا لكن أنا عايزة بس اقول ايه عايزة اقول لو هي لو انت هي بنت الجران دي ايه اللي بيحصل لو رفضتك هتروح تشرب معرفش ايه يعني هي يعني حياتك بازت على امرأة أنا عايزة اقول لكم لما جم يفتحوا الاندلس ما عرفوش وطبعا يعني مش عايزة اقول لكم اقروا التاريخ وشوفوا تاريخ الاندلس دي ازاي سقطت الاندلس بعد ما كانت يعني في اوج الازدهار والرقي والقوة بسبب ايه بسبب الشباب جم يجيبوا جواسيس كده طبعا يعني دخل النصارة فيها بطريقة غير عادية يعني اول حاجة جابوا جاسوس كده يشوف فلقوا ولد شاب على مشارف الحدود والجاسوس بتفرج عليه فلقوا بيعيط بتعيط ليه يا ابني قالوا انا كنت بضرب عصفور علشان يجي اللي اتنين جنبه بعض فالسهم جيه في واحد بس ما جاش في التاني قال لهم لا يمكن ان اتعرفوا تخش دولة دي دي سقافة الشباب اللي موجودة جيه بعد عشرات سن بعد بقى خلاص بقى انتشار الرزيلة وتغييب مفاهيم يعني مفاهيم الامة عن شبابها مفاهيم الحقيقية انت عايش في الحياة ليه اصلا ودورك ايه جيه لقى واحد بقى قالوا ليه قالوا العود بتاعي انكسر من كتر ما انا بعزف عليها عشان حبيبتي هجريتني قالوا لهم اللي انا خشوا خلاص ما بقاش فيه هدف فما تتصدر الهيافة دي كارسة من الكوارث اما تبقى داكر يقول لك لا انتوا ازاي عايشين من غير الانستجرام والتيك توك والحين انتوا ازاي عايشين وكله دلوقتي عالتيك توك مش عايز اقول لك كله كبر وصغر ومشاهيره وغير مشاهير كله داخل يعمل ايهبد ايهبد وخلاص فين القيم فين انا كنت يعني سبحان الله بكلم مجموعة هنا على فكرة في تركيا من من الشباب يعني فقالوا لي لا تعلم ما نوريكي نمازك ووروني مكان ونمازك فيه للشباب وشباب عاملة فيه ازاي نصحح عقيدة 12 و13 و14 و15 و16 و17 سنة ازاي نحن نعدل المفاهيم بيقول انا ما كنتش هتخال شاب من الشباب ونبقى ان شاء الله نعمل استدافات مرة معاهم واحد منهم بيقول انا ما قلتش عمري اتخال انا ممكن اسيب الموبايل من ايدي او اسيب الالعاب او اسيب كذا او اسيب كذا لكن انا قررت اسيب لما لقيت فيه بديل فين البدائل اللي احنا حطينا لأولادنا فين البدائل اللي انت حطيتها لنفسك انت قاعد على لعبة يبتلعب يقاعد معرفش بتعمل ايه يبتشيت يعمل تشوف يعني اللي بيحصل في المجتمع منها يفات وانت ماشي وراء الخطى انا عايز اقولكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بالزمن ده عندي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ده حصل بصوا بقى اسمعوا وينطق فيها الروايبدة قيل وامر الروايبدة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة فالروايبدة هو الرجل التافه اللي ما عندوش علم اصلا لا عنده لا علم يخليه يحسن الرؤية او يحسن الكلام لا ولا عنده همة تخليه ان هو يعني يركب المصاعب وان هو يعني يواجه ما عندوش ده المدفوع بهواه اكتر من عقله عقله ما بيفكرش عندك مؤسسات اعلامية ضخمة ده موارد مالية ضخمة وارقامه معاملات خيالية بتشتغل على بس التفاهة والترويج لها على اوسع نطاق الطمى بقى الكبرى زي ما قلتلكم ان بتلاقي قبال واقبله نسبته عالية جدا جدا المشاهدات والمتابعين والجمهور ذات نفسه نقاشات بقى حامية بقى على مواقع التواصل الاجتماعي وتبص بقى الكل بتخانق مع بعضه على المنتديات دالين التفاهة بقت اصبحت يعني اسقافة عامة يعني بتوجه الوعي الجماعي وهحكي لكم دلوقتي تجربة على موضوع ازاي توجيه الوعي الجماعي بص نحو ايه الانحطاط الانحضار ويساهم بقى للكصة دي كلها ندخل رجلنا نخبتها بتتصدر الحياة العامة اقولكوا على التجربة دي التجربة دي كان جايبين بنت دخلة على مكان حاجز اسنان اللي هو طبيب الاسنان وهم دخلين ففي سبع قاعدين السبع دولت من دمن التجربة السبع دولت هم اشخاص ممثلين اصلا فالبنت قاعدة مستنية الدور فخدت الورق وقاعدت والرقم بتاعها وقاعدت وبعدين يعني رنوا جرز فالكل قام كل اللي قاعد السبع قامهم وبعدين قاعدوا وبعدين اللي عليت دور قام وبعدين دخل تمام كده فهي بتبص مستغربة تاني مرة حصل كده كله قام وبعدين قاعدوا وبعدين اللي عليت دور كذا فهي قاعدت تبص هل فيه كاميرات مثلا عشان يشوفوا الدور كذا ما لقاتش تالت مرة قامت زيهم رابع مرة خمس بخلاص قامت زيهم لحد السبع ما مشش وتبقى هي بس اللي هي كان معمولة عليها التجربة وجيه ناس تاني فهي بقت تعمل زيهم كل ما يدرى بتقوم كذا والناس كلها تتبعها تغيير الوعي الجماعي ده بيساهم في هدم ايه قواعد الزوق والتربية اللي لها قيمة تهميش المنظومات القيم منظومة القيم زي التفسير وتبرز لك بقى الأزواق المنحطة بقى تدني الوعي الفكري اقول تركوا دور الحكومات في دعم التفيهين رهيب جدا جدا بصوا مصطلحات انتشرت عصر السرعة اه عصر السرعة احنا عايزين كل حاجة تتنجز بسرعة كل الناس عدوم الفكرة دي وتبصت لقى عايزين بسرعة الحاجة تخلص بدل عصر ايه الصبر الصبر على العلم الصبر على المعلومة الصبر على انك تحصل مكانة معينة ده الصبر الهاشتاج بقى اقوى من الاستطلاع العلمي بقى اقوى منه نسبة الهاشتاج طلعت رند ولا لا الفكرة دي من اشرات الساعة الصغرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الوعول وظهور التحوت هلاك الوعول دي الناس الكويسة خلاص هلكت وظهور التحوت الناس اللي كانت تحت اللي ملاقش اي قيمة هي اللي بقت تتصدر الامر ودول اللي بيوجهوا فكرة شبابها لو عايزين فعلا نهدم مجتمع بنهدم منظومة التعليم ككل لو انت عايز تهدم التعليم فاهدم المعلم منظومة المعلم وشوفه جيد كلام ده من الستينيات ابجد هوس حطي كلام ونشوف كان الاستاذ عامل ايه الفقير اللي مش عارف ايه اللي بيأكل بلبست الحزاء حاجة عجيبة جدا وبعدين يجوا لا للازهار اللي لابس منظومة التعليم اتهدمت ده كمان عمله علم كان بيدرس في الجامعات الامريكية اسمه علم التفاهة الكلام ده من التسعينات بيدرس منهجية يعني طرق منهجية ونظم ازاي ان انت تصدر علم التفاهة تخيلوا بقى كل ده بسبب التقليد الاعمى عقدة الخواجة انك تمشي على خطة ايه اللي بتسلط عليك يقولك اللي بتسلط عليك ويكرهك ده وتمشي على خطة اللي كهرك ده وعملوا عليها الدراسات وكذا وكذا عقدة الخواجة عقدة الخواجة احنا محتللنا الانجليز واي حاجة يعملها الغرب هي ده هو ده الحلو ده الجميل وان شاء الله لو عملوا ايه واللبسوا ايه هي بيقلد وخلاص دلوقتي بقى بقى ما شاء الله الدنيا مش محتاجة تقليد القرية كلها يعني العالم كله قرية صغيرة دلوقتي وخلاص وكله بيقلد بعضه اي تحدي ينزل فين الجيل فين الجيل اللي يبقى فعلا انا عندي راجل اعتمد عليه انا عندي شاب فعلا فاهم واعي وانا عندي بنت ان شاء الله باذن الله تبقى الحلقة دي البداية ان انا عمل لكم سلسلة حلقات لقدتوا كلنا طلبنا في التربية الايمانية احنا كنا بنتكلم عن التربية السلوكية الفترة الفاتت هنتكلم لا ازاي التربية العقادية زي ارب عقيدة صحيحة وكل ام وكل اب والله يبقى في عناقهم وانا هقف حاجتهم يوم الايام يوم القيامة ان هم وقفين كده وقولوا ان كان فيه مكان ولا كان فيه محاضرات بيته بس وانتو ما عملتوش به ازاي اغرس العقيدة في قلب الجيل ازاي ما جيش يقولك قال لا مانا حر انا جاسها دي ده حر اعمل فيه لا انا عايز ادي الراجل ادي اتنين والله يبنت بتقول كده ادي الراجل ادي لي اتنين ده جاسل اقطعه وبعتل قلت لها انتو بعتل الفيديو ده اعمل بغا اعمل بغا اعمل بغا شفش الكلام ده ومقطعه في نفسها وعمل انا حر وبعدين هو الرب ده خلقني ما عرفش ايه كلام فضيع مش بس الحاد ده تشكيك تشكيك حتى في الربوبية بصوا ده اسود من كده بقى كمان تيجي مجموعة تقولك ايه لا 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 انتو بتتكلموا على ايه والله موفوم الحرية اه حلو انا بتحس انك حر ولكن مهما تكون حر انت عبد لله مفيش القصة دي تقولك لا استغفر الله استغفر الله الاله بتاعكو ده ظالم ليه يا ابنتي كده بتقولي كده وليه يا ابني بتقولي كده لا 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 بصوا انتو عارفين اللي مارس الارادة الحرة مين ومين اللي عمل بقرطه وتكلم بحرية ومحد وفعلا ده نموذج نقتدي بيه مين تخيل انا فجئت صعيقت من الرد بتقولي الابليس الشيطان قلت لها ياه قالت اه قال لا مش ساجد هو حر وقال لي مين قال لي بقى للي هو يا نهاريس واحد انت بتقوله ايه هي وصلت لكده اه وصلت لكده وتيجي بقى يعني مسلسلات وتيجي حاجات نتفليكس عام مين مش عارف ايه مجموعة ولا مش عارف ايه اللي كذا نازل مسلسل ان هو فعلا خلاص ما بقناش فيه السحر الابل فيه السحر الاسود اللي تبع ابليس كنت بناقش واحدة لما دماغي خلاص ونت يعني وعملت اتكلم في كلام وبعدين بقى بص كمان وبعدين تفتحه المصحف ليه ما انتو لو فتحت المصحف الشيطان هيجي بص لازم حاجة هوك الشيطان كان نايس مش عارف ايه في المصحف حاجات غريبة جدا وافكار ليه غياب العقيدة غياب دور الاب والام وانت ذات نفسك بعيدة عن دينك الناس جاهلة فعلا في دين لما نيجي نتكلم نقول لهم يا جماعة ربنا كذا وربنا كذا تقول لك ابس ما همش هيعمل ليه دلوقت ما همش عارف هيحصل ايه ما هندهمش يقين ولا عندهم فهم ولا فيك كلام ده وتكفيف المنابع وتكفيف المنابر اللي بتقول كلمة الله ورسول الله مش موجودة خلاص ندوبة المساجد متقفلة الناس ما تفهميش راحوا فين بعدا ما خلاص كل مات واللي مشي واللي سا كل ده فاحلى دورنا ان احنا يعني ان احنا نفوق الجيل نفوق كل لو كل ام وكل اب انتبهوا ازاي ان هم يعني يبقوا فعلا منارة لأولادهم فاكرين لما قلنا بيتي فعلا منارة للعلم ومنارة للتعليم ايوة منارة للتربية وهم هياخدوا منين الا من البيت تقولك انا على قدي طب ما هنت يا بنتي على قدك ماشي وكل حاجة ماشي وعلى علم اتعلمي شوفي هاتي هنته هو تفتحي وهاتي وشوفي وقرأي واسألي ناس واتصل بناس واتصل بمشايخ وشوفي اتصل بعلماء والله انا اذكر استاذ دكتور في جامعة المنصورة يعني كان لسه الاولاد صغيرين وانتصى قول له حصل كذا قول لي معملي كذا ولا كان لسه فيه كتب التربية المنتشر ولا كان فيه محاضرات ولا فيه الكلام ده لكن الواحد كان حريص انه يرب صح نسأل الله سبحانه وتعالى صلاح الامة كلها اللهم امين